من جهاته ثمن رئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحمن العسومي جهود الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية خاصة ما تعلق بنيل حقهم في إقامة دولة كاملة السيادة مؤكداً أن القضية الفلسطينية بالنسبة للبرلمان العربي تبقى دائماً في مقدمة أولوياته أنا كبرلمان العربي طبعاً نقدر جهود الجزائر في دعم القضية الفلسطينية وندعم كل الجهود التي تدعم الأخوة الفلسطينيين في مساعيهم لنيل حقوقهم على رأس نيلهم حق إقامة الدولة الفلسطينية فالبرلمان العربي دائماً القضية الفلسطينية هي في مقدمة مساعي وأعماله وجهوده في موضوع الدبلوماسي البرلمانية وطبعاً مثل ما قلت نقدر دعم الجزائر الجزائر من دول متقدمة في دعم القضية الفلسطينية وعنا معهم في هذا الجانب